السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد النهار نقدم لكم غلاس كريمي رائع لديد كتير كتير غلاس ديال المانغو أصدقائي خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير bonjour وبيانوني دون ما شاني ووت روشان جسبر كووز علي بيا اليوم يتتركون أصدقائي نتمنى بلديد منقلي سوفوا لكم قد رمز ناجد المقادير المقادير للمقادير 3 مقادير أحوال منقلي 800 ج منغو. يمكنك أيضًا منغو في جلالة. سيجيزة 250 غ منغوية منغوية. 20 ليلة منغوية منغوية. سيجيزة منغوية منغوية. سيجيزة 3 أو 4 سوة منغوية منغوية. سيجيزة 1 شوى. بالنسبة للمقادير أصدقائي. هذه نحتاج 3 ديال المغو. تصنعوا أيضًا بقطاع ديال المغو مجمدة. نحتاج أيضًا 250 غرام ديال الكريمة ديال الماسكاربون. عندي 20 سنتيليتر ديال الكريمة السائلة. وعندي 10 ديال حامضة. و3 حتى ال4 ملعق كبار ديال العسل أصدقائي. لكن أصدقائي كما قلت المانغو موجودة نقشرها ونقطعها إلى قطاع صغيرة. ونوضحها في المجمد حتى تتجمد واحد شوية. بعد سنتحنها. كان موجود عندكم المانغو قطاع مجمدة. يعني تقدروا تصنعوا بها مباشرة. أصدقائي كما قطعينها عندي أصدقائي. الخطاع موجودة أن أتحضر بحضورهم المغو مجمدة. أصدقائي كما قطعين من الضويل للمغو مجمدة. الأصدقائي في المنغو محمد استيقاء من من خوط ديال المغو محمر. أقضرت на تحضر المأمل على مكمن tab. أسدقائي كما قطعين طع تحضر يكون الحديث عن المغو مخالدة. أصدقائي الأصدقائك كما قطع الأشفين طعاقائي. نجمRight. معرفته في المفاقي في البعض سأضب 50 ج لك بعد يأخذ سأخذ 250 ج كمية في علق الأرض ومعرفته سأضبت باعتدر ومعرفته بالسرعة بين ثلاثة 3 إلى 4 سوات بالمüğب أن البنكي من الأضباء دونك فو بوفي اه ماتر جسي اين كيارا سوپ دو ميل جا جوت لا مانج ايجو في تو ميكسي اصدقائي ناخد الخلاط الكهربائي كما قلت اللي موجود عندها الترمو ميكس يعني احسن و افضل غير هذا ياخد شوية وقت ويعدب بالنسبة الى كان المانجو شوية مجمدات قدر طحنه ما يكونش مجمد كتير نوضع في الاسفل هكي يسهل عملية الطحن في الاسفل الكريمة السائلة و الكريمة ديال المسكربون ونضيف لها من ثلاث ملاعقة الاربع ملاعق ديال العسل كما قلت الى كان المانجو حلو كتير تقدروا تنقصوا او تفدعوا العسل كما حبيته ونضيف ايضا القشر ديال حامضة ونضيف على هذا كله نضيف المانجو المجمدة كما قلت كان موجود عندكم المانجو ديال اكياس مجمدة شارينها هكي تقدروا توضعوها يكون احسن وافضل ايضا نطهن الكل الاصدقائي جيدا وناخد واحد البلاستيك من الاحسن ان تكون علبة بلاستيكية هكا باش متكسرناش او متهرسناش عفوان في المجمد ونوضعو الخليط في هذيك العلبة هذيك نبعد نوضحها في المجمد انا حبيتها على شكل كريمة ما حبيتاش انها تكون مجمدة كتير هذا كل واحد والذوق ديالو اصدقائي بعد كل كل اخطاني ح길 ثلاث . أضطقاء بشبارة أو أساني مهون إلى مقابل أضطيق هناك نضيف بشبارة جزيس بشبارة أبطاق بشبارة لديك سنعت كم يريد أعتقد أنني لدينا زيست دو سيترون أصدقائي كما قلت بالنسبة لهذا الكريمة هذي ولا هذي نتركها في المجمد حوالي 24 ساعة أو تقدروا تتركوه إذا حبيته كريمي كما أنا تقدروا تتركوه 6 حتى 8 ديال الساعات وهذه هي وصفتي لهذا اليوم أصدقائي كالعادة إلا عجبتكم الوصفة متنساو جيتحو تضعُميك جيتحو قفاءاتي وضعتك على الجرس لكوّل كل جديد إلى اللقاء في قناةش أخرى إن شاء الله بحول الله وه Fiona لبي يا رصتي لمدة casos كما تدركوه وكما تضربois وقشة Neighحظ ممناء على شكرا ونحظوا حتى نترجم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة